أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني أن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية تحتل أولوية عاجلة بفعليات الحوار خلال الفترة المقبلة وأشار إلى أنه قرر عقد جلسة عاجلة السبت المقبل بشأن قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية وأكد المجلس الاستمرار في تلقي الاختراحات بشأن قضية الدعم حتى العشر من أكتوبر موضحا أنه سيتم عقد جلسات للصياغة النهائية للتوصيات الصادرة لإقرارها ورفعها لرئيس الجمهورية مجلس أمناء الحوار الوطني نقش موضوعين رئيسيين الموضوع الأول هو قضية الدعم وزي ما عارفين قضية الدعم هي قضية مهمة بالنسبة للمجتمع المصري ومهمة أيضا بالنسبة لعمل الحكومة لأن الحكومة مهتمة جدا بهدف رئيسي وهو كيف يمكن وصول الدعم إلى مستحقية الحقيقيين إلى الشرائح الاجتماعية المستهدفة الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في هذا الإطار لكن هناك اتجاه للوصول إلى منظومة للدعم أكثر فعالية وأكثر تعاملا مع متطلبات مستحق الدعم